أهلاً بجمهورنا الكريم في إطار الحديث عن قريش ومكة بين الموروط الإسلامي من جهة والتاريخ المادي المبكر الإسلامي من جهة أخرى كنا بدأنا الحديث عن طائفة الشيعة وطرحنا السؤال المهم لماذا لم يوثق الرسول مرسوماً لتوصية الخلافة والإمامة لعلي بن أبي طالب بعدهم وللرد على قول وصية غدير خم وغيره من الأحاديث الشيعية يقول بعض أهل السنة بوجود مبدأ الشورى في القرآن وذلك في الآية 38 من صورة الشورى فكيف للنبي أن يوصي بالخلافة لأحد من أبناء عمومته بين الأخذ بالوصية أو مبدأ الشورى يمكن القول بأن موت الرسول دون ترك وصية هو السبب في اختيار مبدأ الشورى أو الإيمان بالوصية لكن الواقع ذهب في اتجاه مبدأ الشورى وهنا تلتقي الرواية الشفاهية بالوتيقة ونخص بالذكر الحولية المارونية حين تقول إن عبد الله معاوية توج ملكا على العرب بحضور أمرائهم بعد مقتل أبو تراب الذي هو على الأرجح علي بن أبي طالب لكن هناك إشكالية تجعل من الوصية لها أرضية صلبة يمكن الوقوف عليها حين نطرح السؤال التالي إذا كان مبدأ الشورى هو الأساس في الخلافة فلماذا كسر معاوية هذا المبدأ القرآني بوصية الخلافة لابنه اليزيد أليس هذا إبطالا لكلام الله في القرآن وظلما لشخصيات أخرى تصحق أكثر من هذا الابن للخلافة إذن التأرجح بين الأخذ بالوصية أو مبدأ الشورى جعل في النواة الأولى للجماعة المسلمين تنقسم إلى فريقين متصارعين على الحكم واحدة تعطي لآل البيت أو لآل النبي الأحقية في الخلافة دون غيرهم وأخرى تنظر للشمولية وعدم تفضيل سلالة على أخرى فتعطى الأحقية لعبد حبشي على الخلافة إذا أجمعت عليه الأمة أو أجمعت عليه الأمة عفواً إذن من هنا بدأت المعركة السياسية بين الفريقين يستخدم كل فريق أحاديث على الأغلب مفبركة لصالحه وهذا الصراع لا بد أن ينتج لنا فرق منتصرة تمسك بزمام الأمور وأخرى مستضعفة تحاول الاستعداد لفرصة ذهبية لتنقضى على الحكم للأسف على امتداد حقبة الدولة الأموية والشيعة يتعرضون للاتهاد والإبادة حتى لا تكون لهم فرصة للوصول إلى الحكم فلولا مبدأ السرية والتخفي لكانت فرقة شيعية في خبر كان فاستنبط أهل الشيعة مبدأ التقية من القرآن في صورة آل عمران الآية 28 وهو مبدأ قديم كانت الجماعات الدينية والسياسية المستضعفة تستخدمه في مراحل للاتهاد فكان هذا المبدأ طوق نجاة لهذه الطائفة وبينما أن الأمر كان مسألة موت أو حياة فكان من الضروري تفعيل التقية من إبطال الحقيقة وإظهار عكسها فأصبحت بذلك عقيدة أساسية كالقيام بفريضة الصلاة والصيام والحج حيث جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلس عن النبي قال تارك التقية كتارك الصلاة مثل هذا الحديث عن النبي من الطبيعي ألا يقبله بعض أهل السنة كحديث صادر عن النبي ويتهمون الشيعة بالنفاق والكذب حجة الشيعة أن الأئمة المعصومين سلالة الرسول هم من أتوا بهذه الأحاديث التي هي في الأصل دعوة لنصرتهم في المقابل تكتر الأحاديث عند أهل السنة في مناقب الصحابة والتابعين وتقدسهم كتقديس الشيعة لدرية الرسول وللأسف فصناعة الشرعية بين الطرفين امتدت لتفسير القرآن النص المؤسس بعدما أصبح هذا النص واقعاً لا مناصة منه بحد السيف واستخدام السلطة فقبول الشيعة بمصحف المنسوب إلى عثمان بن عفان كان أمراً واقعاً في حين لم يستطيعوا لضعفهم الوصول لمصحف علي بن أبي طالب وكما رأينا في موضوع صورة الكوتر على سبيل المثال فالشيعة يقولون أن الكوتر هي فاطم الزهراء بنت الرسول وأهل السنة يفسرون الكوتر بنهر في الجنة في ظل وجود أحاديث كثيرة تتراكم عبر السنين من الطبيعي تأتي فكرة تأليف كتب لتجميع الأحاديث الصحيحة بحسب الطائفة وكل فرقة تجهد بأدوات علمية بالنسبة لتلك العصور كموضوع علم الرجال أو الجرح والتعديل وكلها أدوات بدائية بالنسبة لعصرنا الحاضر كاختراع العجلة أدى لاختراع الصاروخ فيما بعد هذا معناه أنه ليس كل ما وصلنا عن الإسلام المبكر من المسلمين حقيقة مطلقة بل الجهاد كل فرقة لدعم مصالحها في وجود كتب كصحيح البخاري وصحيح مسلم ما هي سوى اعتراف ضمني بوجود كذب على الرسول تقتديه الحاجة والضرورة وكل فرقة أو كل فريق يدعي الصدق والأمانة في نقل الأحاديث ما وقع في صناعة الأحاديث يكشف لنا صناعات أخرى مهمة كصناعة التاريخ وتأليفه يصب بالدرجة الأولى في مصلحة كل فرقة متصارعة على الحكم والبقاء لكسب الشرعية والتأييد وهكذا بدأت معاليم التاريخ الإسلامي تظهر وتتقوى في فترة هذا الصراع ولهذا السبب يمكن القول كعادتي أن الموروط الإسلامي عبارة عن منجم من الدهب تخرج منه آلاف الأطنان من التراب للحصول على حفن صغيرة من الدهب والسؤال المطروح كيف يمكن استخراج الحقيقة النسبية انتبهوا على كلمة نسبية ليست مطلقة من هذا التاريخ الذي يشبه التلفيق والتأليف هناك طرق وأدوات علمية جديدة يستخدمها المتخصصين في التنقيب عن هذه الحقيقة الغائبة وهذه الأدوات تتضمن البحث على أرض الحدث علم الآطار الأركيولوجيا يفتحون ورشات التنقيب عن الآطار من آطار مباني قديمة ترجع لتلك الفترة تكشف عن نمط حياة تلك الشعوب الغابرة عملات مثلاً وفخاريات ونقوش تؤرخ لتلك الأحداث وبما أن الموضوع كان حول تاريخية مكة كان على هيئة الآطار والتنقيب في مكة بالتوتيق للتأكيد تاريخيتها وتقدم تقريراً عن ما وجدته من آطار في مكة وخاصة حوالي مسجد الحرام فالسكوت عن هذا الأمر له معنى واحد وهو لا وجود لآطار يرجع لعهد الرسول والصحابة وحتى التابعين لتكملة الموضوع نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر